أنا مبسوطة اليوم معاملة حلبسة. آآ. نكلكم هذه الحلبة. إليك كلها سمير. لا أرح ألحقها. للأسف. أتخبريني طعمها أبداً. أنا أجب لك معي وأنا مروحة. تأخذها وي. اليوم بس بنا نبدأ إعجابنا الحقيقة بأيفرن غادر. آآ المرلول. كثير حلو غادر. شكراً شكراً. نجد حلوك. جميلة. يا أزيزة فسطان حلو. شكراً. فسطان بيت. آآ. فعلاً. حتى المحل. آآ. كله فينتج. حلوة. المطبخ اللي كنت أصور فيه برضو. يعني كثير بحب الفنتج. حلوية كثير. شكراً. شكراً. كله كذوق. ربا البصل أنواعه كثيرة. نحن نعرف البصل الناشف، البصل الأحمر، البصل الأبيض. والعديد من أنواع البصل اللي نحن نعرفها. ومعروف يمكن صار عند الكل إنه له فوائد كثيرة. إذا بدنا ننخص هاي الفوائد بمثلاً ثلاثة فوائد صحية مفيدة جداً. هدول زين بيقولوا الرئيسي للبصل. إيش بكم؟ أول إشي البصل غنية بمادة مضادة الأكسديم نسميها الأليسن. وهي هاي المادة اللي بتميز البصل. وهي أصلاً اللي بتعطي الريحة القوية للبصل. القوية. يعني هي سبب التدميع؟ هي سبب الريحة القوية. الريحة لسا الدموع منيجيها. التدميع مش عارفة إذا هي نفسها اللي بتعمل التدميع. لا هي غاز أكثر هي مادة غازية. لأنه الأليسن هي المادة المضادة للأكسدي. اللي بتعطي كمان الريحة القوية. اللي لها فوائد. من أهم فوائدها إنها هي مضادة للبكتيريا. فعشان هيك. من نحكي إنه دائماً البصل من الأشياء اللي بيتأوي المناعة. بتطهر الأمعاء. هي من مبدأ إنها فيها مواد مضادة للبكتيريا. كمان فيها مادة منسميها الفلافينويد. برضو كمان مادة مضادة للأكسدي. هي المفيدة جداً لتقليل السكر في الدم. ولأمراض القلب. هذا اللي بيميزها. وبرضو فيه نسبة من المعادن والفيتامينات المهمة. زي البوتاسيوم. زي المنغانيز. هدول مهمين جداً. فهذا اللي بيميز البصل. ومنعرف إنه كمان رائع جداً لمرضى السكري. ولخفض ارتفاع ضغط الدم. لأنه كمان فيه نسبة بوتاسيوم. فدول الثلاث أشياء يمكن اللي بيميز البصل. وفوائده الغذائية. عشان هيك دائماً منحب ندخله بوصلاته. بكل أكلنا. طيب فيه دراسات كتير روبا تشير. لأنه إحنا إذا دخلنا البصل بأكلنا بشكل منتظم. يعني زي ما نحن نحكي الناس المتعودين يأكلوا أكل عربي ببيتهم. يعني فصول يوبامي. إحنا بنعرف أي طبخة عربية من طبخاتنا العربية. لازم نقلي بصل وتومي. ونحط عليها الخضرة واللحمة إلى آخره. بغض النظر عن اختلاف الطرق. ولكن الأساسي هو بصل وتومي. أكلنا المنتظم للبصل. هل بساعد بيرفع مناعة الجسم؟ مناسب جداً. خاصة إذا الشخص أصلاً يتبع نظام غذائي صحي. لأنه دائماً بالنظام الصحي ما بصير نفصل إشي عن أكلنا. يعني ما بصير حدا ما يأكل بطريقة صحية. وبقول أنا بأكل بصل وتوم بأول مناعة. أكيد بأول مناعة. أول شيء يعزز نمو البكتيريا المفيدة بالأمعاء. ويعتبر من اللي نسميهم إحنا بري بايتك. بري بايتك يعني أكل مغزي للبكتيريا الموجودة في الأمعاء. وفي علاقة كبيرة ما بين نموها البكتيريا وبين تقوية الجهاز المناعي. وحتى صحة الدماغ يعني إلى هذا دخل. يعني هو بيأثر على الوقاية من أمراض الخرف والألزهايمر. بطريقة غير مباشرة عن طريق تعزيز البكتيريا الموجودة في الأمعاء. فهذا اللي بيميزه. فنعم أكيد من البصل والثوم الأشياء خاصة اللي بيقدر ياخده ني بيكون أفضل وأفضل. لأنه كمان بتكون المضادات الأكسدة فيه موجودة عالية بشكل كتير كبير. حلو. فإحنا بنقدر ندخله بالواجباتنا المختلفة. طيب مدام أنت عم تحكي عن الأمعاء هون معناتو بيجيني سؤال. إنه في ناس كتير تدايق من البصل. لأنه وصل الأمعاء هون صار في عندهم نفخة وصار عندهم مشاكل وبتدايق. ومنه في ناس كتير بعدوا عن حياتهم تماماً. صح. وللأسف استغنوا عن فوائده بسبب الضرر اللي عم بتسبب الأمعاء. فقال لنا المعادلة هاي. نحلها. في ناس صعب يتناولوا. يعني الناس اللي عندهم ارتداد مريقي. الناس اللي عندهم قلون عصبية هلا هم أكيد بينفخوا. صح. هلا بقدروا يعودوها بأشياء تانية. بس أغلب هاي بس ممكن كمان على العادة. والواحد يعكل كميات بسيطة منه. هلا المشكلة إنه لما ينطبخ بيضل في قيمة غزائية عالية. ولكن بعض مضادات الأكسدة بتقلي شوي. بس بيضل في قيمة غزائية فممكن. بس اللي البودرة زي بهار. يعني في ناس كتير ما بيحب بيحطوا التوم والبصل بيحطوا هاي عشان نكهة. مش نفس القيمة الغزائية. مش نفس القيمة الغزائية. ولا نفس الطعم. بس هو بيعطي نكهة خاصة للناس اللي. اللي بحبوها. لا لما تعملي صلصة. صلطة. بزات. وتحطي نسومني. يعني سنتوم واحد ممكن يكون مزعج لناس من ناحية طعم. هو حلو في الحاجات البردة كمان الفاودرز. يعني في الدرس على السلطات. في الحاجات دي. بس صح. بس صح لليولاد اللي بحبوش يقرشوا البصلة. طيب أنا هون بدي أربط بينه وبين اللبن. نحن كتير مرات لما بناكل المسخن. بقولونا كله معه لبن. شو رابطون بيني أنا آكل بصل وآكل معه لبن. شو بس شو فوائد اللبن؟ الأجلسي من وجباتنا اللبن. هلالحلو كمان أنه اللبن يعتبر من سميه بروبيتك. بكتيريا مفيدة الموجود فيها. فأنت لما تحضر زي سلطاتنا العربية. اللي هي خيار لبن توم. في ناس بحطوا البصل الأخضر. هلما بنحكي على الفرق. بصل أخضر وتوم. انت هيك عززتي كل المناعة. لأنه في عنا بروبيتك. في بكتيريا مفيدة موجودة في الأمعاء. لأنه هذا منسميه بروبيتك. يعني نفس البكتيريا موجودة في اللبن. ولما انت تضيف البصل والتوم هي عززتي كمان. فيعتبر وجبة. عشان هيك الناس كتير لما يمرضوا. أو يحسوا حالهم عندهم. تلبك معاوي أو إسهال. أو يعني هذا بتكون طبختنا أو أكلتنا هي بطاطا مع لبن. أو رز مع لبن. أو مع كارونا أو لبن. مع توم. وعشان هيك بحطوا توم. يعني هذا من الطب العربي الأديم الشعبي. ولكنه يدعم بالإشي العلمي. عن هذه الأشياء اللي إحنا يمكن ندرسوها أجدادنا. بس إحنا بنعرفها هلا بالعلم يعني كيف موجودة. فبالعكس يعتبر من الوجبات المفيدة والغنية. غير أنه غني بالكالسيوم والفيتامين. مية بالمية. فعشان هيك أنا مرات كتير بربطوه فعلا بأكلات كتيرة مثل المسخن. أو الأكلات اللي بيكون فيها بصل كتير. دهما بقولوا حقي جنبو لبن. بيخفف من يعني. إيش بسموها بقولوا المعدة بتكشف يعني. أو بصير مرات الواحد بطنب وجعه من أكلات الزيت كمان. ما بكون قادر بديك إشي ساحل الهضم. ايوة. مية بالمية. طيب نعتشكر ريك روبا. بس أحكي آخر شغلة. لدينا بصل الأحمر والأبيض والأخضر. الأخضر يميز أنه فيه فيتامين كي عالي لأنه إحنا منناكله بالأخضر. وأفضل شيء الأصفر والأحمر أفضل من الأبيض. لأنه مضادات الأكسدي أعلى. أعلى من الأبيض. أعلى من الأبيض. يعني نأخذ الأحمر. الأحمر والأصفر. الأصفر هادة. والأحمر فيه حلاوة. هناك مضادات أكسدي أعلى من الأبيض وبعدين حلاوته لأنه هذا اللون يمكن أن يعطيه الفوائد كثيراً مضادات الأكسدي اللون الأحمر اللي موجود بأغلب الفواكه اللي نحن بنقول اتناولوها لأنه فيها مضادات أكسدي أكثر ذي أتشك لك ربا أهلاً نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة على الجميع شكراً لك